السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم احبابي واصلقائي في فيديو جديد. معكم احمد الشرقاوي والنهاردة جايب لكم طريقة للتسريع الويندوز في اقل من دقيقتين. مبدئيا هتحتاج العدادية. علشان تحملها هتلاقيين سايب لك الرابط التدوينة دية تحت الفيديو في الوصف. هتنزل كده لتحت وهتنزل لتحت كده وهتروح هنا تحت الصورة ديت وهتطلق نعمله تحميل من هنا. هتروح للتحميل هيوديك على رابط ميديا فاير هتعمله هيفتح معك كده تعمله بالتحميل وهتهي يفتح معك زي كده. تمام? بعد كده هنروح نعمل للملف. هيظهر معك كده. بعد ما فكرنا الضغط عن البرنامج هزهر معنا الملف ده هنروح نعمله نفتح كده وهنروح على القبلة اخيرة ديت اللي هي ويندوز تن. جي او اي. هنروح اعمله كليك كيمين. وهنقول لوران باورشيل. هيفتح معنا واجهة لكده وهيفتح معنا بعد كده البرنامج او التطبيق او الاداة بوجهة الجي او اي. عشان نواجهها سهلة وبسيطة سهلة في الاستخدام. اول حاجة هنروح نحزف في التطبيقات اللي ملهاش اي لازمة في الويندوز واللي بتقري الويندوز على الفاضي بتاخد مساحة على الفاضي وما تستخدمهاش كمستخدم عادي. هيحزف معك التطبيقات ديت وهيوقف البرامج اللي ملهاش لازمة وهيرجع لك تاني. بعد ما بيحزف التطبيقات ديت واقف البرامج اللي ملهاش اي لازمة هيقول لك بعد كده هتروح للخطوة اللي بعد كده هتعمل له لكورتانة. طبعا كورتانة كلنا عارفينها مايكروسوب تبشغلها المساعدة الصوتي. وهي ملهاش اي ثلاثين لازمة. نعمل لها تاخد من المساحة وملهاش لازمة. هتقول له هنا هيقول لك بعد كده هتروح على توقف خدمة واللي هي خاصة بالتجسس. هتعمل لها بعد كده هتلاحي لك بين هنا. بعد كده هنروح نعمل ديت عبارا بيحزف الملفات او البقايا بتاعت البرامج والتطبيقات والملفات والخدمات اللي انت استخدمتها ويمتقى الجهاز وبتشغل معك مساحة في البرسوسور والرام وملهج اي تلاتين سلسل. هتلاقي حسبكم كده ملفات التين ملفات. اي ملفات ملفات ملهج لازمة بيحزف. وهنا هيقول لك هاف بين ده كان شرح النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عايز تعرف بها الخدمات الموجودة في التطبيق ده هتلاقيني يشارح لك هنا بالصورة وبالكتابة هنا تحت هنا كل حاجة تخص الاداة لو عايز تستخدمها. اتمنى شرحكم عجبكم. واشوفكم فيديو جديد. وده كان شرح سريع تسريع الويندوز باسهل طريقة. اشترك في القناة وفعل قرارة الاشتراك عشان وصل لك كل جديد. كنت معكم محمد الشراوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.